بلد عندك فيها 40% تحت خط الفقر بلد بتعاني اقتصادياً المخزون الاستراتيجي بتاعها من السلع الاستراتيجية زي الأمح معرفش المخزون الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وما إلى ذلك يعني دي أمور مش بالضرورة هتجعلك قادر على أن تقول استقلال وطني إلا لو أنت راجل بتاع شعارات أنا استقلال وطني إيه رأيك دكتور محمد؟ طبعاً معلش هتكمل النقطة الأساسية اللي لابد أي مرشح يعرفها وأنا يعني بقول السيد حمدين صباحي أولهم أنه يعرفها فكرة خلق العداء مبين الطيارات المختلفة ليست في صالح الأمر الآن رقم اتنين موضوع سرقة المصطلحات أو اختطاف المفاهيم يا أستاذ معتس لازلنا إلى هذه اللحظة يمارس علينا فكر سرقة المصطلحات كان الطيار المتأسلم يمارس علينا فكرة سرقة الدين بإيئة الإسلام هو الحل النهاردة هناك أيضاً مصطلح يسرق منه هو السورة هي الحل لا أنا بقول أن السورة هي فكر تغيير وهناك إدارة لهذا التغيير كيف أنتقل من وضع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أنا مش راضي عنه كمجتمع إلى وضع أفضل هذه السورة لها مراحل بدأت مرحلة انفجار الضغط في 25 يناير 2011 ثم حدثت مرحلة الفوضى وتولى الطيار المتأسلم حكم البلاد وأساء إدارة هذا الحكم سواء كان عجز منه أو كان من تدخل خارجي للاستفادة منه كعديم الخبرة وأنهى فكرة الاستقلال الوطن في هذه المرحلة ثم أتت مرحلة صورة التطهير في 36 وهذا يقول لي أن فكر العزل السياسي يا أستاذ أمها هو فكر المفروض نبعد عنه هناك فكر قيم جدا يمارس في المجتمع لابد أن يمارس وللأسف هذه الوزارة اللي هي وزارة العدلة الانتقالية اللي لها وزير لأول مرة في جمهورية مصر العربية هو المستشار محمد أمين مهدي لم تفعل إلى الآن يا أستاذ معتز هذا الفكر يقوم على ثلاث حاجات أساسية فكرة المصارحة أن احنا بنكشف للمجتمع ككل أن هناك تحديات واضحة عندنا على سبيل المثال 40% تحت خط الفقر عندنا تقريبا 85% أميين سياسيا عندنا تقريبا 40% أميين ما بيعرفش يقوله كان زمان لو قلت هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام تحط نفسك في مأذر أتسجن وكنت عيب أن تقولي الكلام ده وانت إزاي بتشوه صورة مصر خليتقلك كده يا فندم احنا النهاردة قدام تحديات لابد أن احنا نعالجها وعلى الرئيس القادم أن يضع هذا في عين الاعتبار والرئيس القادم هو معني بالأساس بالملف الخارجي على أولوياته أما الملف الدخلي فهي مسؤولية رئيس الوزراء النهاردة الخناء كلها بتدير بتدور حوالين من الرئيس القادم ونسيين من هو رئيس الحكومة القادم يا فندم احنا عندنا عقبة دستورية قادمة في المادة 146 والمادة 147 اللي بتلزم رئيس الحكومة أن يعرض البرنامج الخاص به على مجلس النواب طيب احنا ما عندنا عقبة دستورية وده يخل